نحن نتواجد على الحدود الشمالية لقطاع غزة ليس بعيدا عن مكان العملية الليلية التي قتل فيها جيش الاحتلال في هذه المنطقة ثلاثة فلسطينيين بحجة أنهم مسلحون واقتربوا من السياج الأمني بغية اجتيازه وهو تطور تكرر ثلاث مرات في خلال الشهر الأخير في المرات السابقة احتجزت إسرائيل جثمين ولكن هذه المرة لم تنجح في ذلك القراءة في إسرائيل تقول أن ما يحدث إما يكون مرتبطا بقضية تسريع تثبيت التهدي على الأرض من خلال تغيير المعادلة تماما عبر ربما حتى أسر جنود من جيش الاحتلال وإطلاق سواريخ أو القراءة الأخرى هي أن إيران تؤثر في الموضوع وتحاول أن تحدث ردود الفعل في هذه الجبهة ردا على استهدافها إسرائيليا في سوريا وكذا أيضا في الإراق وفي هذه المنطقة الحدودية أيضا نلاحظ السواتر الترابية التي بدأت تملأ المكان عمليا التقديرات بأن الأمور ذاهبة إلى تصعيد ومواجهة ربما كبيرة نسبيا بين جيش الاحتلال يمكن أن نرى هنا دبابات الاحتلال أيضا متموضعة في مواقع متقدمة وبين المقاومة الفلسطينية في ظل الانتخابات الإسرائيلية المقتربة زياد حلبي العربية حدود خطاع غزة موسيقى